اشتركوا في القناة مارفين هيير عميدة ومؤسس مركز وزنثال ومتحف التسامح في لوس انجلس الذي يزور البلاد حاليا معربا جللته رعاه الله عن احتزازه بما يربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية الصديقة من علاقات تاريخية وطيدة تمتد لأكثر من 120 عاما وتستند لأسس متينة ودعائم قوية تكفل لها التقدم والنماء وبما يربط شعبي البلدين من صداقة قوية وتقدير متبادل ورحب جللته بالضيف الزائر مؤكدا ان مملكة البحرين تعد نموذجا ناجحا للتسامح والتعايش وانها تحتضن كل الديانات والمذاهب كأسرة واحدة مترابطة ومنفتحة على العالم مشيرا جللته في هذا الجانب إلى جهود اتحاد الجاليات الاجنبية في مملكة البحرين وبجولاته التي قام بها في عدد من الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية بمشاركة الجهات الحكومية والمؤسسات الدينية والجمعيات الاهلية في البحرين الهديفة إلى إيصال صورة البحرين المتحضرة والمشرقة للعالم كوطن حاضن لقيم التسامح والتعايش وداعم للحوار بين الأديان والثقافات واستعرض صاحب الجلالة حفظه الله مع الحخام الامريكي عددا من القضايا التي تسهم في نشر ثقافة الحوار والتسامح الديني بين أتباع الأديان السماوية والتزام نهج الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والغلو متمنيا جلالته له دوام التوفيق من جانبه أعرب الحخام عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى وقال إن جلالته هو قائد التسامح الإنساني وإن البحرين هي خير مثال للتسامح بين الشعوب والأديان مؤكدا أنه بفضل قيادة جلالة الملك فإن البحرين تحتضن الجميع دون تمييز في مجتمع متسامح ومتحب ومتكاتف فالبحرين تعد من الدول الرائدة في التسامح الديني مع الديانات والمعتقدات الأخرى وإن تاريخها غني بالتواصل والترحيب بالجميع ترجمة نانسي قنقر